كتير من الفنانين اعتزلوا الفن بعد ما قلت عليهم الأدوار لكن الفنانة سهير البابلي خدت كرار اللي اعتزلوا هي في أوجه الشهرة سهير البابلي اللي كانت متربعة على عرش الكوميديا لسنين طويلة واللي خليها تعمل كده مرة واحدة إن سهير البابلي كانت من أشد المعجبين بالشيخ الشعراوي والأحاديث اللي دارت بينهم كانت سبب رئيسي في اعتزالها الفن بسبب الشيخ الشعراوي ولكنه رجع ودعمها في اعتزالها رجع كمان دعمها في أعادتها للفن مرة تانية وقال لها مفيش مانع انك تمثلي بالحجاب الناس بتتفرج على التلفزيون اكتر ما بتروح الجامعة وفعلا مسرت الفنانة سهير البابلي بالحجاب بعدها اعتزلت الفن نهائيا رحم الله الشيخ الجليل مولانا الشيخ الشعراوي والفنانة الجميلة سهير البابلي وتغمدهم بكمل الرحمة والمخفرة